خلنا في قاعد مالا أنا عمين وهم إلك لكوا فلوا بنا هذي فرصة بش نوضحوها هي شنية الحكاية جاي من الخارج كان يخدم في البتخول في شركة التاريخ في البتخول جابتوا الهنا بش عطا عقود عطاها من وصليل قبل ما يخرج وكيف اوه عطا اوه محطة الوقود في طريق المرصة بش نبدأ بالبداية نرجع سيدي عمري مخدمت في البتخول وعمري مخدمت في النفط أنا كنت في صناعة الطيران قردوا وقت اللي يجيت لتونس قبل من جي تونس كنت نسير في مجموعة متاع شركات في صناعة الطيران كي تحكيلي على 350 نفهمك تحكيلي على الهليكوبتر نفهمك كي تحكيلي على أريان نفهمك النفط اللي واحد موج من اختصاصي العقود شنية العقود سأقبل كل شي العقود تجدد وقتي ومن قبلي ومن بعدي وآخر تجديد أنا جددت عقدين اللي يحكي عليهم آخر تجديد عندك الأوراق في نوفمبر 2016 8 عقود ولا واحد جبدهم في نفس الكنديسيون التجديد هذا يتعدى مصار قانوني اللي كل احترمناه وكثر منك أنا مشيت عملت استشارة للمحكمة الإدارية ولعملها للي قبل وليل من بعد دكورد وباقي متواصلة عملنا استشارة للمحكمة الإدارية عندك الوثائق موجودة موجودة الكل ها وثائق عمومية ذيك ما جبت لك حتى وثيقة الكل ها موجودين تقاهم في الوپن جوف موجودين في الوپن داتا موجودين العقد اللي يحكيوا عليه حكيوا على الزعقود عقد سيدي لتايم وباقي له الفراني عقد سيدي لتايم على أساس أعطيته للشركة التونسية الفرنسية للنفط وهي شركة فرنساوية وأنا جاي من فرنسا الشركة هذه العلم العباد والله حتى كيف يحبه يكذبه يزمي ثبته شوية الشركة هذه من الشركة القلائلة اللي هي ملك للدولة عندها حتى علاقة بالفرنسي كانت تسمى شركة فرنسية واخذتها الدولة في الثمانينات أو في التسعيات وعندها شريك هولندي وحتى كيف جددت لها الشركة هذه لأنه مصلحة الدولة لأنه العلمكم علش العقد هذائي بالذات جددنا له لأنه في العقد هذائي قديمه قبل مجلة المحروقات إذا كان من جدوش يدخل تحت مجلة المحروقات والشركة عندها الأولية يستخدمه اللي نخسروه كان البيتخول سومه بـ 38 دولار نشريوه عام 2014 تتفكروا 114 دولار كان من جدوش نواليون أخذوا 114 دولار كيف كيف الأداءات من 75% تاخذ الدولة أداءات والتي تاخذ معناها أقل من 75% في حدود 5 الاتاوى كيف كيف والشركة هذه اللي هي احنا جددنا للدولة في نالمو مش اسمها فرنسية جددنا للدولة الشركة تعهدت تشتعمل استثمار بـ 86 دولار